اطيب تحياتي و اهلا وسهلا بكم بعد كل هذه الرحلة اليوم مصنل الفنكشنز اذا فنكشنز او الوظيفة شو هي الوظيفة باختصار الوظيفة هي مجموعة من التعليمات وهذه التعليمات لا تنفذ الا حسب الطلب يعني نقوم بتخزين التعليمات لحين طلبها كيف منعبر عن هذا الموضوع برمجيا بكل بساطة اول شيء لحافتح ملف الفنكشن بهذا المكان طيب لحافتح بي اتش بي بحيث انه نكتب داخل البي اتش بي كيف منكتب الفنكشن منكتب فنكشن بهذه الطريقة منعطي الى الفنكشن اسم خلينا نسمي هيلو مثلا مفتح القوسين هدول وهدول القوسين شفتوا هذا الشكل مسبقا شفنا اذا بتتذكروا بالاف لما نحنا كتبنا الاف بعدين فتحنا القوسين العاديين والقوسين المعوجين هذا الشكل دائما عم نشوفه بالفنكشن بالفورد لاحقا لما ناخد الفورد كمان عم تاخد الفورد نفس الشكل اذا هذا الشكل البرمجي بنحفظه دائما طيب نرجع للفنكشن لاحظوا عندي هون هيلو وهذه هيلو لح تاخد مجموعة من التعليمات حاليا فقط لح نعطي تعليمة واحدة لح نقول له هيلو وورد اطبع هيلو وطبعا هذه سترينج بالنهاية بنعطي فاصلة من قوطة نحن اعمل سيف وتحديث حاليا نحن لاحظ ما ظهر شيء ليش اتذكروا تعريف الفنكشن هو مجموعة من التعليمات التي لا تنفذ الا حين استدعاؤها يعني نحن هم قمنا بتخزين التعليمات ولكن لم نستدعيها بعد كيف من استدعي المعلومة نستدعي فقط اسم الفنكشن نكتب هيلو وما بننسى نحط له للقوسين وحاليا صار عنا فنكشن لما لح بعمل سيف وتحديث لاخده تمت طباعة هون طيب اذا بنعمل اي شيء تاني لو بعرف فاريبل مثلا لحسميه يوزر وهذا الفاريبل اعطيه قيمة ابتدائية صفر او خليني اعطيه قيمة نور فرضا وهون اللي حقل له هيلو واحده في هذه واعطيه نقطة بعدين اوزر اللي حعمل سيف تحديث ولاحظوا اعطاني هيلو نور اذا لاحظوا عم بكتب اكثر من سطر برمجي بإمكاني طبعا داخل الفنكشن كمان اعطي اف وفور واي نوع من التعليمات لاحظوا اذا بكتب حاليا اليوزر يساوي نور بالاعلى طيب اللي حنقول اف يوزر يساوي حاليا عم نتحقق نحن نور اطبع لي هيلو اذا يوزر ايلس اطبع لي جود باي مثلا طيب لحعمل سيف تحديث ولاحظوا اعطاني هون نور لو اعطيتم مثلا اسم تاني مثل هون انس فرضا لحقل له سيف ولاحظوا اعطاني باي انس اذا هو فقط عم يستقبل نور طيب متل مملاحظين مرة جديدة الفنكشن من هنا حتى هنا هذا شكل الفنكشن الفنكشن مجموعة من التعليمات اي نوع من التعليمات التي لا تنفذ الى حين استدعائها هذه فقط اذا عم نلغيها بشكل مؤقت عملنا تحديث لاحظوا اختفى كل شيء ولكن لا زال الفنكشن موجود تأتي اهمية الفنكشن من خلال البراميتر يلي بنقدر انمرر هون شو يعني باراميتر البراميتر هو ما يكتب داخل القوسين يعني اذا كتبنا هون مثلا اكس ولا حنعطيها بشكل وهون منقل له اليوزر يساوي شو يساوي اليوزر يساوي الاكس اذا لما ادخل هون اكس اليوزر يساوي اكس طيب نحن انزل الاسفل وقل له هون هلو اعمل تحديث لحنلاحظ ما ظهر شيء ليش لان الفنكشن هون اللي عرفته بياخد باراميتر لذلك لازم على الاقل مرر باراميتر لحقل له هون نور طبعا بالحرف الكبير نور لحعمل تحديث لاحظوا اعطاني نور اما اذا اعطيته انس لح يعطيني باي انس اذا هو عم ينفذ التعليمات بناء على الادخال هون طب اذا عملت هون دوبليكيت واستدعيت الفنكشن مرة ثانية وهون عملت نور وخليني فقط لحتى فرق لحقله هون ايكو واعطي فراغ بي بحيث انه يظهروا على سطرين لح اعمل سيف حاليا لاحظوا اعطاني باي انس هلو نور اذا هون اعطاني الفنكشن نفسه استدعيته مرتين هذه الوظيفة مخزنة مرة واحدة فقط واقوم باستدعائها متى ما اشاء اذا شوفوا حاليا اذا باستدعي بهذه الطريقة عم نستدعي نفس الفنكشن طبعا الموضوع لا يختصر على الكلام والسترينج بيمكاني بالتأكيد عرف مثلا فنكشن وقل له اد اضافة رقمين طبعا دائما بفتح القوسين واغلق القوسين مع وجهين ونحقل له هون اكس فاصلة واي اذا بدي اتنين فاريبل واحد اكس وواحد واي وعملي return اعد لي اعد لي نتيجة واي ولح احط بهذه الطريقة اعمل تحديث ما ظهر اي شيء ليش لازم استدعي الفنكشن اذا لاحظوا معي اذا بعمل اد لا خمسة فاصلة مثل ما هون في فاصلة عشرة يفترض هلأ يعطيني عشرين ولكن تبقوا معي save ما اعطاني اي شيء ليش لان في هون عندي تعليمة return يعني انا عم ارجع قيمة الاكس والواي وخزنها بالفنكشن ولكن لازم اعمل ايكو لازم اني اطبع هذه التعليمة حاليا اعطاني خمسة عشر اذا بحط هون خمسة عشر مثلا لاح اعمل تحديث اعطاني خمسة وعشرين وبإمكاني طبعا اعطي قدر ما اريد اذا هون بعطي مثلا عشرين هون بعطي ثلاثين وهون خمسة وعشرين اذا ما اعمل save لاحظوا حاليا الارقام طبعا هنه كل رقمين على سطر وهذه هي بكل بساطة فكرة الفنكشن بسيطة جدا ولكن استخدامها واسع لما بتشتغلوا بالبرمجة لح بتلاحظوا انه عم تستخدموا الفنكشن بشكل مستمر وبشكل لانهائي طيب لح بغطيكم مظيفة صغيرة لح ترجعوا لما في الكالكوليتر يلي عملناه لح تلاقوه موجود عنكم بصندوق الوصف وبدي تشوفوا هذا التكرار يلي عم يصير هون بدل الريزولت لاحظوا هون عم بعطي انا زائد ناقص ضرط بيساوي او بهذا المكان ما عندي اي مشكلة بدي اتلاحظوا هذا التكرار بدل هذا التكرار بدي ان نعرف هون فنكشن هذا الفنكشن لح يكون اسمه اد ولحتعرفوا بداخله لحتعطوا بداخله اكس وواي وبالتأكيد هون احنا بدنا نعمل ريترن بدنا نرجع قيمة هدول وبعدين نطبع على اساس الفنكشن اعملوا هذه الوظيفة لوحدكم لحتى تعرفوا اذا قدرتوا تفهموا مفهوم الفنكشن بالنهاية اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو هذا كل شي لليوم باي باي اشتركوا في القناة